السلام عليكم ورحمة الله اذا اليوم مع الصبح مئة وعشرة مستوى السادس الجيد في الرياديات اذا نبدأ مع تصحيح التمارين ولكن دائما انجز ثم صحيح اذا نبدأ مع السؤال رقم واحد اذا ساعة وخمسة واربعون دقيقة تعني ايضا اذا نقوم بعملية التحويل اذا هذا رأينا في درس الادة الستينية اذا نحول ساعة وخمسة واربعون دقيقة الى دقائق ثم الى التواني ونرى اين هو الجواب الصحيح اذا ساعة وخمسة واربعون دقيقة اذا ساعة هي واحد ضرب ستون يعني ستون دقيقة زائد خمسة واربعون دقيقة تساوي اذا ستون زائد خمسة واربعون هي مئة وخمس دقائق وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح ثم نحولها الى التواني اذا نعلم ان من دقائق ان كل دقيقة هي ستونة ثانية ما معنى ذلك معنى ان مئة وخمسة ضرب ستون ستون اذا نترك السفر الى الاخير ثم نضيفه اذا ستة ضرب خمسة ثلاثون ستة ضرب سفر سفر زائد الاحتفاء ستة ضرب واحد ستة ثم نضيف هذا السفر اذا تساوي ستة الاف وثلاثمائة ثانية وبالتالي هذا ايضا جواب صحيح الآن مع السؤال الموالي اذا عشرون في المئة من تمانون درهم هي نعلم النسبة المئوية لحساب النسبة المئوية نضرب في عشرون ونقسم على مئة اذا تمانون ضرب عشرون قسمة مئة تمانون ضرب عشرون قسمة مئة اذا نقص تزيل بالسفر مع السفر السفر مع السفر ثمانية ضرب اثنان تساوي ستة عشر درهم وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح الآن انطلقت مباراة على السادسة مساء وخمسة وثلاثون دقيقة وانتهت في الثامنة مساء وثمانية عشر دقيقة إذن مدتها ينعلم أن المدة القاعدة تقول هي ساعة النهاية أو الوصول ناقص ساعة البداية أو ناقص ساعة البداية إذن عشرون ساعة ثمانية عشر دقيقة نطرح منها تمانية عشر وخمسة ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة إذن نجري العملية إذن عشرون ساعة وثمانية عشر دقيقة نطرح منها تمانية عشر ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة للحصول على المدة إذا لاحظوا أن تمانية عشر لا يمكن أن نطرح منها خمسة وثلاثون إذن أستلف ساعة كالعادة تبقى 19 ساعة ساعة هي 60 دقيقة 60 زائد 18 إذن 60 زائد 18 هي 78 و 70 إذن تصبح لدي 78 دقيقة إذن الآن 8 ناقص 5 ثلاثة 7 ناقص 3 أربعة 9 ناقص 8 واحد و 1 ناقص 1 سفر إذن مدتها هي ساعة 43 دقيقة ثم الآن السرعة المتوسطة لعداء هي 20 كم في الساعة المسافة المقطوعة خلال 15 دقيقة إذن هنا هو الجواب الصحيح إذن قبل ذلك هنا ساعة 43 دقيقة بمعنى هذا هو الجواب الصحيح إذن قلت السرعة المتوسطة لعداء هي 20 كم في الساعة المسافة المقطوعة خلال 15 دقيقة إذن لدينا 20 كم في ساعة أو 20 كم في 60 دقيقة هنا لدينا المدة بالدقائق إذن نقول 20 كم في 60 دقيقة إذن نستعمل التناسوبية لدينا المسافة بالكيلومتر والمدة بالدقائق إذن 20 كم في الساعة تعني أن 20 كم في ساعة 60 دقيقة نحن نريد 15 دقيقة فقط إذن قاعدة ثلاثية خمسة عشر ضرب عشرون قسمة ستون خمسة عشر ضرب عشرون قسمة ستون هذه القاعدة الثلاثية إذن نختزل بالسفر مع السفر اثنان ضرب خمسة عشر هي ثلاثون على ستة تساوي خمسة ثلاثون قسمة ستة هي خمسة إذن خمسة كيلومتر خمسة كيلومتر وبالتالي الجو الصحيح هو هذا خمسة كيلومتر هنا يمكننا استعمال تنسوب هكذا أو يمكننا استعمال القاعدة مثلا نحن نريد ماذا؟ نريد المسافة المقطوعة بمعنى المسافة هي السرعة المتوسطة ضرب المدة ثم السرعة المتوسطة هي عشرون كيلومتر في الساعة ضرب المدة هي خمسة عشر دقيقة ولكن بما أن هذه بالكيلومتر في الساعة إذن خمسة عشر نقسمه على ستون لتصبح أيضا ب ساعة حتى نختزل بالساعة مع الساعة وتبقى الكيلومتر إذن عشرون ضرب خمسة عشر قسمة ستون رهي هذه عشرون ضرب خمسة عشر قسمة ستون سنحصل على خمسة كيلومتر أيضا إذن هذه الطريقة التناسبية أو بالقاعدة ثم الآن مركز الدائرة السي التي شعاعها 3 سنتيمتر إذن هذه دائرة شعاعها 3 سنتيمتر ولاحظوا الشكل وأكتبوا الأجوبة الصحيحة إذن نبدأ مع واحد A نقطة من الدائرة هذا هي وBD قطرها إذن BAD تساوي 90 درجة BAD تساوي 90 درجة نعم جواب صحيح لماذا؟ نعلم أن في الدائرة كل نقطة من الدائرة تشكل مع القطر زاوية قائمة هذه قاعدة لك أنت عندنا دائرة والقطر أي نقطة نضعها على الدائرة أينما وضعتها تشكل مع القطر زاوية قائمة إذن الجملة الأولى صحيحة بعض تساوي 90 درجة نعم صحيح لماذا؟ كل نقطة من الدائرة تشكل مثلة قائمة زاوية مع القطر هذه القاعدة ثم الرباعي A B C D مربع إذن A B C D مربع نعم صحيح لماذا؟ لأن لاحظوا القطران نعلم أن قطرة الدائرة متساوية ومتعابدة لاحظوا ربز تعامل ويتقاطعان في نسل منتصف وبالتالي A B C D مربع إذن الرباعي A B C D مربع صحيح ثم B N D H معين B N D H إذن هذه H إذن يمكن ربما يقصدون هذه النقطة يمكن هذه H ندعم هنا H أو هنا نغير إلى M إذن مهمون السؤال المكتوب بشكل خاطئ ولكن نجيب رغم ذلك إذن لدينا القطران متعامدان وغير متقايسان ولاحظوا إذا قمنا بقياس المسافة بالبركار بين O M و O N سنجد نفس المسافة وبالتالي هذا معين إذن هذه الجملة أيضا صحيحة A B C D مربع و B N D H معين ثم الثالثة المستقيم M N محور تماثل الشكل إذن إذن لاحظوا M N هو محور تماثل الشكل بالفعل لأنه عبارة عن تتمة للقطر ونعلم أن القطر هو محور تماثل للدائرة وأيضا للمربع وبالتالي O M تساوي O N O M تساوي O N و B N D تساوي B M D B N D تساوي B M D نعلم أن كل زاويتين متقابلتين في المعين متقايستين إذن هذه الجملة أيضا صحيحة نقطع منتصف القطعة C M خطأ لنلاحظه O C الصغار من O M إذن هذه الجملة خاطئة إذن الأولى الثانية الثالثة هما التي نقوم بكتابتها هذه الجملة نقوم بكتابتها أما الجملة الأخيرة خاطئة ثانيا المثلتين B C D و B N D متساوية الساقين إذن نلاحظ B C D إذن نلاحظه بما أن A B C D مربع يعني B C هو C D يعني دلعان متساوية في المربع وبالتالي فهو متساوي الساقين B N D B N D نفس الشيء لدينا B N D M معين يعني B N يساوي N D لأنه ماضي العان في نفس المعين وبالتالي B N D متساوي الساقين أيضا إذن هذه الجملة صحيحة يعني نقوم بكتابتها لأن B C تساوي C D و B N هذا مربع وهذا معين ثم المثلتين B C D و B N D متساوي الأضلع لهم نفس القاعدة B D إذن B C D متساوي الأضلع B C D إذن لا نعلم أنه متساوي الأضلع لأن الضلع ضحضه هنا قطر وهنا الضلع إذن القطر أكبر من الضلع وبالتالي هذه الجملة خاطئة منصف الزاوية B N D و B C D و M و N M إذن B N D B N D منصفها هو N M يعني صحيح ولكن B C D B C D منصفها هو C M إذن هذه الجملة خاطئة منصف الزاوية B N D B N D و B C D و O B إذن لاحظوا O B N و B N D B N D إذن O B ليس منصف B N D بالتالي هذه الجملة هي أيضا خاطئة إذن الجملة الأولى صحيحة الثانية منصف الزاوية B N D N N صحيح ولكن النصف الثاني من الجملة فهو خاطئ لأن B C D ليس منصفها N N B C D منصفها و C N ثم الآن الهندسة أحدد الوضع الذي يكون فيه المستقيم دي محور تماثل الشكلين إذن نعلم أن محور تماثل يجب أن يكون الشكلان متطابقان إذن إذا قمنا بالطي هنا إذن لن يتطابق الشكلان هنا النفس لاحظوا هذه النقطة تنتمي لمحور تماثل إذن مماثلة هي نفسها وليست هذه إذن هذا أيضا لا بالنسبة لهذا يعني الشكلان متطابقان إذا قمنا بالطي نجدهما متطابقان ثم إذا قمنا بقياس المسافة بين كل نقطة ومماثلة سنجد نفس المسافة مثلا هذه المسافة من هنا إلى محور تماثل نفسها هنا نفسها وأيضا هناك زوايا قائمة إذن الشكل دي هو صحيح هنا نفس الشيء إذا قمنا بالطي إذن هذا الشكل سيقع هنا وبالتالي الجواب الصحيح هو 2 الجواب الصحيح هو الوضع رقم الوضع رقم 2 هذا الآن حجم الأسطوانة هو إذن نعلم أن حجم الأسطوانة هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة عبارة عن قرص شعاه هو 2 إذن 2 ضرب 2 ضرب B هذه هي مساحة القرص ونضربها في 3 إذن 2 شعاع ضرب شعاع ضرب B ونضرب في الارتفاع الذي هو 3 إذن هذا هو الارتفاع هذا هو الارتفاع هو 3 إذن 2 ضرب 2 4 ضرب 3 إذن 12 إذا ضربناها في 3 فاصلة 14 سنجد 37 فاصلة 68 وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح ثم الآن السؤال الموالي أنقل في دفتاري الجمل الصحيحة وأشتب الخاطئة إذا كان شكلانني متماثلان بالنسبة لمحور معلوم فإن القياسات نفسها يعني الطول المساحة والمحيط الزوية نعم بالفعل إذا كان شكلان معنا متماثلين يكون لهم نفس الطول نفس المساحة نفس المحيط نفس الزوية يعني هما متطابقان إذن هذه جملة صحيحة إذا كان شكلان متماثلان فإن للأجزاء المتماثلة القياسات نفسها صحيح شكلان متماثلان الأجزاء المتماثلة نفس القياس يعني صحيح التمات المحواري يحافظ على المسافة وقياسات الزوية نعم رأينا هذا في القاعدة التمات المحواري يحافظ على المسافة وقياسات الزوية يعني صحيح التمات المحواري لا يحافظ على المسافة وقياسات الزوية خطأ بالعكس التامات المحوري يحافظ على المساة إذن الجملة الأولى الثانية الثالثة صحيحة الرابعة خاطئة ثم الآن حجم الموشور القائم نعلم أن الحجم هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ونلاحظ القاعدة عبارة عن متلت إذن لدينا واحد ديسيمتر في القاعدة دي المتلت وثلاثة ديسيمتر في ارتفاعه إذن نحسب المساحة القاعدة ضرب الارتفاع قسمة اثنان يعني واحد ضرب ثلاثة قسمة اثنان ثم نضرب في الارتفاع إذن هذا هو حجم الموشور إذن مساحة أو الحجم هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة عبارة عن متلت يعني القاعدة في الارتفاع قسمة اثنان يعني واحد ضرب ثلاثة أو ثلاثة ضرب واحد قسمة اثنان ثم الضرب في الارتفاع لواربعة إذن ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ثم ثلاثة ضرب أربعة اثنى عشر 12 قسمة 2 تساوي 6 ديسيمتر مكعب وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح ثم السؤال الموالي دائرة قياس شعاعها 3 متر إذن محيطة هو إذن الشعاع هو 3 ما معنى ذلك؟ معنى أن القطر وضع الشعاع يعني القطر هو 6 سنتيمتر ثم 6 ضرب 3 فاصيلة 4 عشر أو إذن هنا أعطونا الجواب بالعدد P إذن القطر هو 6 إذن الشعاع 3 القطر هو 6 إذن 6 ضرب P وبالتالي 6 ضرب P إذن هذا جواب صحيح إذن لا نستعمل شعاع لا نستعمل شعاع لا نستعمل شعاع ضرب شعاع إذن هذا هو الجواب الصحيح ثم قرص قياس قطره 2.4 ديسيمتر إذن القطر هو 2.4 ما معنى ذلك؟ معنى أن الشعاع هو 2.4 قسمة 2 إذن لدينا القطر هو 2.4 إذن نقسمه على 2 لاحظوا إذن لدينا القطر هو 2.4 نقسمه على 2 فيعطينا الشعاع إذن الشعاع هو 1.2 وبالتالي المساحة هي 1.2 ضرب 1.2 ضرب P إذن 1.2 ضرب 1.2 ضرب P نعلم أن الضرب تبادلي إذن نبدو بأولا نخلوها في الأخير نفس الشيء إذن هذا هو الجواب الصحيح ثم السؤال الأخير إذن عدد الإخوة ثم لعدد التلاميذ لدينا عدد الإخوة هو 0 وعدد تلاميذ 2 بمعنى تلميذان قالوا أن عدد الإخوة 0 ليس لديهم إخوة 30 تلميذان لديهم أخ واحد 17 تلميذان لديهم أخوان 5 تلاميذ لديهم 3 أو أكثر 3 إخوة أو أكثر إذن عدد التلاميذ لدينا لهم أخوان أو أكثر لاحظوا أخوان أخوان أو أكثر يعني 2 أو أكثر هما 17 زائد 5 إذن 17 زائد 5 هي 22 وبالتالي الجواب الصحيح هو 22 إذن إلى هنا انتهى التمرين صفحة 110 شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله